رغم الزخم الدولي والدفع على الأوروبي المقرون بالتفاؤل بشان يحياء الاتفاق النووي فإن المخاطر ما زالت تخيم على عبور المحادثات نحو الاتفاق مخاوف صعدت للسطح مع تصريحات طهران المتشددة من شروط الاتفاق اليوم قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده لن تقبل ما وصفها بالمطالب المفرطة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبلمس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رهن أي خارطة طريق لاستعادة الاتفاق بإنهاء وكالة الطاقة الذرية لتحقيقاتها بشأن جزيئات اليورانيوم الاصطناعية في منشآت إيرانية في ظل هذا التركيز الإيراني على ملف التحقيقات هل بات شرط هذا الملف هو المعطل الوحيد أم الأبرز للتوصل إلى اتفاق معنا الآن من طهران الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور محمد صالح صدقيان مساء الخير دكتور صدقيان مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار ما زالت على ما يبدو هذه المسألة هي العقبة الكأداء الآن كما يعتقد كثيرون في طريق إنهاء هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لماذا ما زالت طهران تعتبر هذه المطالب المتعلقة بتفتيش وملف الوكالة الدولية المتعلقة بهذه المنشآت لماذا تعتبرها مفرطة ما المفرط في الموضوع مساء الخير أستاذ مهند وللمشاهدين هناك مشكلة دعني أشير إليها بشيء من التوضيح لأنها مهمة جدا إذا ما تم الاتفاق بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد والولايات المتحدة وعادت الولايات المتحدة إلى طاولة خمسة زائد واحد معنى ذلك بأن تم حل كل الأمور وفقا للمسودة التي طرحها الجانب الأوروبي وهي خلاصة لأكثر من تقريبا من سنة لأنه منذ أبريل 2021 بدأت المفاوضات في فيينا والآن قبل شهر بعث الاتحاد الأوروبي هذه المسودة إلى الجانب الإيراني والجانب الأمريكي الآن إذا ما سوية هذا الأمر يبقى هناك عنصر ملغوم وهو العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العنصر الملغوم ربما لا تقتنع الوكالة الدولية بما سوف تقدمه إيران من توضيحات حول المنشآت الثلاث أو المواقع الثلاث التي تعتقد الوكالة الدولية بأنها كان يجرى فيها نشاط نووي خارج عين فرق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية معنى ذلك بأن هناك سوف يقدم إلى مجلس محافظية الوكالة الدولية ومجلس محافظية الوكالة الدولية سوف يرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي هناك قضية ربما تعادل العقوبات المفروضة المجمدة حاليا وبالتالي هناك الكثير من القضايا القانونية التي سوف تبقى ملغومة أمام الاتفاق النووي ولكن بالإمكان دكتور صدقيان تفتيك هذه الألغام في حال قدمت إيران أجوبة واضحة من أين جاءت هذه الجزيئات ولماذا عثر عليها في هذه المنشآت وانتهت القصة إذا كانت إيران في موقع دفاعي قوي بإمكانها الدفاع عن موقفها وتبرير هذه المسألة في حال كان هناك بالفعل جزيئات من هذا القبيل لماذا لا تقدم الأجوبة وانتهينا لماذا الأمر معقد إلى هذا الحد هذا السؤال في غاية الأهمية يجب علينا أن نعرف بأن الإدعاءات بوجود هذه المواقع الثلاثة هي ليست مستندة على تقارير تابعة لفرق التفتيش تابعة للوكالة الدولية وهذه الفرق لم تزور هذه المواقع وإنما هي مستندة على تقارير استخباراتية منشاها إسرائيل ومنظمة خلق الإيرانية وإسرائيل تقول نحن حصلنا على هذه المعلومات من خلال العملية الاستخباراتية التي تقول أنها قامت بها إلى آخر طيب جيد لماذا لا يسمح لفرق التفتيش التابعة للوكالة بزيارة هذه المنشآت والتحقق من أنه ليس هناك آثار لمثل هذه المواد وتنتهي القصة هذا معناه الإيرانيون يقولون يقولون بأننا يجب أن نجيب على الأسئلة الإسرائيلية الاستخباراتية وبالتالي الإيرانيون يقولون نحن نعلم بأن سيد روفائيل قروسي هو وزار إسرائيل قبل ثلاثة أيام من اجتماع مجلس محافظية الوكالة الدولية لبحث المعلومات التي لدى إسرائيل وبالتالي هذه قضية حساسة جدا للوكالة الدولية لأن فرق التفتيش لم تزور إسرائيل وحساسة جدا بالنسبة إلى إيران الآن الإيرانيون يقولون إذا كانت الوكالة الدولية لطاقة ذرية تتصرف بتصرف مهني تقني فيمكن حل هذا الموضوع لكنهم يخشون أن تكون هناك دوافع سياسية لا زالت في تفكير السيد روفائيل قروسي وبالتالي يعتبرون هذا الأمر ملغوم وربما يؤثر على أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه إيران مع الوكالة الدولية يجب هنا أن نشير بعجالة إلى أن ذات المزاعم كانت موجودة قبل 2015 وبالتالي تمكن المفاوضون آنذاك قبل أن يتوصلوا إلى الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 توقعوا يعني عملوا على إنهاء هذه المزاعم وتمت تسويتها وأغلق هذا الملف إلى الآن يثار نفس الموضوع الذي أثير في العام 2014 يعني سنة قبل الاتفاق النووي وبالتالي الإيرانيون يقولون يقولون بأن هذه وراءها دوافع سياسية إذا كنتم أنتم نعمل بالجانب السياسي لأن الوكالة هي جانب فني وليست وكالة سياسية لنعمل الآن من أجل غلق هذا الموضوع وهذه الإدعاءات ما دامت هي لم تكن مستندة على تقارير فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية دعونا نعمل سياسيا من أجل غلقها ساعدونا في ذلك حتى لا يكون هناك أي ملف ملغوم يمكن أن يهدد نعم قد يكون لهذه المخاوف الإيرانية دكتور صدقيان ما يبررها ولكن في الوقت نفسه البعض يقول هذه المسألة العلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أساسها هو الشفافية الصدق والشفافية وبالتالي إذا لم يكن هناك شفافية في هذه العلاقة فهذه العلاقة لن تكون دائمة ولن تكون مبنية على أسس سليمة وبالتالي من هنا السؤال للمرة الثالثة لماذا لا تختصر إيران الطريق وتقول تفضلوا زوروا هذه المواقع وسنعود إلى الاتفاق النووي إذا كانت هذه هي آخر عقبة موجودة في طريق الاتفاق إيران لازلت للمرة الثالثة أقول إيران تعتقد بأن ادعاءات الوكالة الدولية مدفوعة بدوافع سياسية وليست بدوافع تقنية وبالتالي يجب علي أشير هنا أيضا إلى التقارير الخمسة عشر التي رفعها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ تموز يوليو 2015 وحتى تاريخ 2019 وكلها تعطي إيران شهادات حسن سلوك هناك خمسة عشر تقريرا هذه الخمسة عشر تقرير كان شهادات حسن سلوك جيد بتعاملها الجيد مع الوكالة لكن انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق فاركش كل الأمور وبالتالي إيران الآن تشك بدور الوكالة تشك بدوافع السياسية وأنا أعتقد بس الرئيس الأمريكي السابق راح يعني انتهى على الأقل في هذه المرحلة وبالتالي الإدارة الجديدة تريد العودة إلى هذا الاتفاق لماذا لا تساهل إيران المسألة لأن إيران في نهاية المضافة أيضا تريد العودة إلى هذا الاتفاق هل برأيك إيران ستضحي بالعودة إلى الاتفاق مقابل منع مفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة هذه المنشآت دعني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية ساد مهند وهي مسألة الثقة إيران الآن هناك ثقة غير متبادلة بين إيران وبين الوكالة بين إيران وبين الولايات المتحدة مع الدول الغربية وهذه الثقة يجب أن الجميع الأطراف المعنية بالملف الإيراني يجب أن يؤسسوا لأرضية من أجل تعزيز الثقة لأن هذه الثقة مفقودة حاليا وبالتالي أنا أعتقد بأن يجب على الدول الغربية إذا ما أرادت أن تتوصل الاتفاق أن تعمل على تعزيز الثقة من أجل إعادة الأمور إلى مجاريها قبل انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي عودة الكاميرات عودة فرق التفتيش وبالتالي يمكن أن نعيد الأمور إلى مرحلة ما قبل 2019 يعني مرحلة بين 2015 إلى 2019 هذه مرحلة كانت مرحلة جيدة من الثقة بين إيران والوكالة الدولية أنا أعتقد بأنه يجب علينا أن نعزز هذه الثقة من أجل أن نوفر الشفافية والوضوح للوكالة الدولية لطاقة ذرية شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح صدقيان الأكاديمي والباحث السياسي كان معنا من طهران